السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في وصفة فدوويسة سنقوم بشوف لغ في الفرن بطريقة صحية بدون ولا نقطة زيت نحتاج أربع كاس حليب ونقوم بزوج بيضات نقوم بزوج حبات بيض وربع كاس حليب بارد سنقوم بزوج بطاطا وضع هذا الوصفة غير بشوف لغ نقوم بزوجة فلفل الأحمر نقوم بشكل جيد فلفل العكري نضيف ملح ملح نقوم بزوجة ملح ونقوم بزوجة ملح ونفضل ملح ملح فلفل اسود ملعقة كبيرة ونصف فارينة ملعقة كبيرة ونصف فارينة ملعقة كبيرة ونصف فارينة ونضرب بعد ما تفوروا اشوف لوغ هلو حتى يبرد شوية يعني يدفى شوية باش انرمدوه فهذا الخالط هاد الوصفة صحية كما ركنت لاحظوا ما فيها لا زيت لا زبدة اذا هادا هادا وشوف لوغ ندرت غير راس الصغير بتاع شوف لوغ مفور درت غير الشاملح ومفورته هنا نحتاج صينية الفرن ندرت عليها ورقة طهي لازم تديروه بابيه كويسان لانو الخالط هادارا فيها البيض يعني لو كما تديروش بابيه كويسان يلسق لكم الشوف لوغ فصل بلا كتديرو بابيه كويسان ما يلسقش كتديرو بابيه كويسان ما يلسق لكم كتديرو بابيه كويسان ما يلسق لكم راح نرمدهم قاع ونستفهم في الصينية ونستطيع الفرن يعني يكون ساخن هنا بما انو بقالي هاداك الخالط تاع البيض نفضل نزيد زيش حبيته بطاطا يعني باش ما ننقيسوهش هنا البطاطا راح نقطحها كيمة اللي تقلوها نقطعوها اصابع اللي تبغي تقطحها مدورة ولتقطحها مكعبة يعني كيمة تبغوا ديرو في بالكم باللي الوصفة هذي ما فيها شز زيت يعني راح نحمرو هاد البطاطا ونشوفلو غبلازيت هنا عدرت المي يحمى ودرت فيه البطاطا خلوه حتى يغلي ديرو البطاطا تحكم ونخلوها تغلي شوية غير تغلي نصفوها اذا نديرو ماء ساخن نديرو فيه شوية ملح ونديرو البطاطا تاعنا في الماء كي تبدأ تغلي نقطروها ونديرها في هاد الخالط ونجيب الصينية لدرس فيها الشوفلاغ ونستف فيها ثاني البطاطا وندخلوها من الفرن حاولو البطاطا ما تكونش يعني حبة فك حبة حاولو تبعدو شوية بين الحبات باش يدخلها الطيب سورطوها طويلة بان تطويلة لتحمير وندخلها بالنسبة لتحمير . سورطويلة إلى الفرن ونرجع ثم ادفع بطاطا اضع بطاطا اضع بطاطا فقط غابي و ادفع بطاطا فقط مقلي وصفة صحية وبرنينة يتشجد من الوقت ساعتك برشيئ أضيفه فرمج ساحة سعب وزيت سعب أتمنى أن تجربتكم وصفة اليوم وتسعبواها نتمنى أن تشتركوا في القناة وضغطوا على الجرس بجيس لكم الجديد تحلوا في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته